اجتهدت سيدة عراقية نازحة إلى مدينة الضلوعية شمال بغداد في صنع أفران فخارية أكسبتها شهرة بين الناس حيث يقصدونها من كل مكان بسبب جودة ما تصنعه يداها اللتان برعتا في صنع ما يسمى في تلك المناطق الريفية بالتنور الزميل حسام الأحبابي لديه تفاصيل في هذا التقدير من الطين فقط تمكنت هذه السيدة العراقية من إعانة عائلتها المكونة من سبعة أشخاص لأربع سنوات هي مدة نزوحها إلى هذا المخيم قرب قضاء الضلوعية شمال بغداد حيث ما زالت تقيم فيه مع العشرات من أهالي قريتها التي دمر داعش منازلها والله يعني من نزحنا هنا يعني تعرفت الوضعية والوضعية تعبانة وبدأت أن أشتغل على هاي الشغلة على مدعي الجهالي ولبتهم وعيشهم وخبزتهم وهاي من نزحنا لليوم يعني أربع سنوات هاي وبدأت هاي تنت الخامسة هاي تنت الجديدة توت علينا وإحنا في هاي الوضعية هاي يعني هاتي قمت بهذا البرد أنا في هاي الوضعية هاتي من كانت الدنيا حارة من هاتي بالبرد هاتي علق أحمو مي على خليلها تنتع فيه شوية يطير حار تأشتغل بي هاي الشغلة أم أحمد لم تستسلم لظنك الحياة وظروف النزوح بل ابتكرت وسيلة لتحسين وضعها المعيشي من خلال صناعة ما يسمى هنا التنور أي الفرن الفخاري والذي يستخدم لصناعة الخبز في هذه المناطق هاي الصبخة جاءتين بيها ما يصير طينها حتى لا تيديا نتوموننا طين تفطر أجيب منهم المركز بلعبا على ظهري يعني مسافة يعني أروح يعني ابتاء من هنا وابتاءها مجد يعني مسافة بعيدة يعني بل يوم أجيب لدربان سلسد روب أنا النهارة أشوف قالي شوكي تستح ما تستح لي تفرق يدي أروح أجيبه أجي مادة الطين تشكل أساس عمل هذه السيدة العراقية حيث تقضي معظم نهارها وهي تتعامل مع كتل طينية أكسبتها شهرة واسعة وثقة من الناس والسبب هو جودة ما تصنعه يداها من أفران فخارية مختلفة الأحجام تنانيرها أنا حطلو أرجع لمنطغتي ما أسوي عنها أضل على تنورها على شقلها ليش؟ هي تنورها التوب الذب همها وشقلها وحالها على التنور إش قد أخذ التنانير؟ ما فادني شهر ما يطولني أخذ من عدها أخذ من عدها شنو التنور يبقى عندي سنة سنتين والله العظيم يبقى عندي نوبات يبقى عندي خمس سنوات كل من نوبات أضربه يجب من كل عقلي أريد أن يكسر ما يكسر برغم صعوبة ما تقوم به أم أحمد لكن الشهرة التي نالتها جعلت الكثيرين من الزبائن يقصدونها من مناطق بعيدة لكي يقتنوا التنور الذي تصنعه من الطين حيث أصبح عملها وما أنجزته خلال أربع سنوات نموذجا للمثابرة والإصرار بعد أن تصدت لظروف معيشية صعبة كان إرهاب داعش المتسبب الأول بها